الزواج هو عماد بناء الأسرة الصالحة والأسرة هي التي تبني المجتمع يروى أن شاباً تقدم لخطبة إحدى الفتيات وإثناء المقابلة بين الأسرتين سألت الفتاة الشاب كم من أجزاء القرآن الكريم تحفظ؟ أجاب الشاب لا أحفظ أي جزء من القرآن ولكن لدي رغبة شديدة لحفظ القرآن الكريم ثم أكمل الشاب حديثه وسألها كم أنت من القرآن الكريم تحفظين؟ أجابت الفتاة على الفور أحفظ جزء عما ولما انتهت المقابلة قالت الفتاة لوالدها أنا أوافق على الزواج من هذا الشاب وقالت لأبيها إن الشاب كان صادقاً في إجابته معها وأحست بالإيمان يملأ قلبه ولما تم الزواج فعلاً طلبت العروس من عريسها أن يحفظها جميع سور القرآن الكريم وفق الشاب على طلب عروسه وبدأ العريس وعروسه بحفظ القرآن الكريم حتى أتم حفظه وبينما كان الشاب وعروسه يزوران بيت أسرتها أخبر الشاب والد زوجته بإنجازهما ما هو الإنجاز؟ وحفظ القرآن الكريم كاملاً قال له لقد حفظت ابنتك أخيراً القرآن الكريم لكن والد الفتاة سكت وقام وعاد بعد لحظات ومعه شهد تثبت حفظ ابنته لكامل القرآن الكريم قبل الزواج اندهش الزوج وتعجب ثم فهم الزوج أن زوجته لم ترد أن تحرجه بما تحفظه نعم من القرآن الكريم فهي زوجة صالحة بحق قال الشاب أحسست أن كنزاً في بيتي وزوجة صالحة الزوجة التي تصلح أن تكون أماً لأبنائي في المستقبل ما أجمل أن يعيش الزوجان حياة قرآنية السعادة بالقرآن لا يعرفها إلا من اتخذ القرآن دليله اللهم اسقي أرواحنا بالقرآن وجعله لنا في الدنيا خير صاحب ورفيق